نيويورك تنضم إلينا ندين ساندرز المختصة بالشؤون الأمريكية سيدة نديل هل هناك رسائل معينة كان يريد أن يبعث بها الرئيس بايدن في أول ظهور أم أنه كان يريد أن يظهر فقط لأنه لم يظهر لمدة 65 يوما مع الإعلام أهلا وسهلا بكم مشاهدين حديث جو بايدن يوم كان مطولا منذ ساعتين وهو الأول من نوعه خلال رئاسته الجديدة ولكن الملفت للنظر أنه رفع من أعماله وقعوده لأمريكيين في زيادة عدد الجرعات جرعات اللقاح من المتوقعة في اليوم الأولى من 100 مليون وعد بها إلى 200 مليون في خلال المئة يوم الأولى حيث أنه قد تجاوز فعلياً الإمكانيات الموجودة لدينا الآن في الولايات المتحدة تسمح بتجاوز عدد 100 مليون جرعات ويرى أن 200 مليون جرعات هو الرقم المتوقع في المئة يوم الأولى وهو الرقم الذي يريد أن يتحداه ويبلغه هذا يشير إلى عوامل كثيرة يشير إلى أن الاقتصاد سيتحسن سريعاً في الولايات المتحدة ستمكن الولايات بشكل عام من فتح الإغلاق هناك رسائل أخرى وجهت إلى أو تم إجابة عليها للصحفيين سواء كانت تتعلق بالصين أو تتعلق بأفغانستان كل هذه الرسائل تتضمن معياراً واحداً نفهمه من جو بايدن أن مستقله الأساسي هو الدبلوماسية والمنطق والتشاور عن أفغانستان هو لم يستطيع أن يقر موعد سحب الولايات متحدة من أفغانستان ولكن يقول أننا لن نبقى هناك وعندما سأله إذا ما كان يرى أن القوات الأمريكية ستكون في أفغانستان خلال العام القادم قال أنني لا أستطيع أن أرى ذلك وهذا يحتمل الوجهتين إما أنه لا يستطيع أن يرى القوات الأمريكية موجودة في أفغانستان أو خلال العام القادم أو أنه لا يستطيع أن يحدد ذلك لأن جدولة سحب القوات الأمريكية تبدو أنها شائكة نوعاً ما لكن أكد أنه يريد أن ينسحب لا يريد أن يكون هناك تواجد إنما لا يريد أيضاً نشوء دولة إسلامية أو إمارة إسلامية أو أن تكون بؤرة إرهاب في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية أيضاً تحدث عن علاقاته مع الصين وكيف أنه لا يريد أن يواجه أو يخلق تحدياً مع الصين علاقته جيدة مع رئيس الصيني هناك محادثات مطولة جرت بينه وبين رئيس الصيني سواء عندما سلم جو بايدن الرئاسة أو قبل استلامه لرئاسة بخلال عهده في الدبلوماسية الأمريكية ولكن يعتقد أن الصين ليست دولة ديمقراطية وأن التحدي الآن بين أن تكون ديمقراطياً أو استبدادياً إنما لا يسعى إلى مواجهات مع الصيني يسعى إلى خلق عادل للتجارة يعني جو عادل للتجارة أو تتفاقات عادلة للتجارة والاستثمار يسعى إلى إيجاد أجواء دبلوماسية جيدة تصد في مصالح الولايات المتحدة هناك أمور أخرى هناك تركيز كبير جداً على ملف الهجرة من المكسي في هذه النقطة دائماً في الفترة أخيرة يتم توجيه انتقادات لسياسة رئيس جو بايدن تجاه هذا الملف إلى أي مدى إجاباته على الأسئلة المتعلقة بالهجرة ردت على هذه الانتقادات سيدة نديم الماضي أنا لا أسمع الصوت جيداً كيف تعامل مع الانتقادات الموجهة إليه في ملف الهجرة الانتقادات موجهة لجو بايدن في ملف الهجرة واسعة وكبيرة هذا الملف لديه أدة أجنحة أولاً هناك الأطفال العالقون في الاحتجاز ومنهم منهم تحت ظروف صعبة جداً هناك بعض الحالات الخاصة التي لا يستطيع أن تخذ حتى الآن فيها قراراً فيما إذا كان سيرحل الطالب إلى أولياء أمورهم الموجودين في المكسيك أم أنه سيحتفظ سبقيهم في الولايات المتحدة هذه المور؟ لم يستطع أن يعطي جواباً واضحاً لأنها ما زالت قيد الدراسة وعندما انتقدوه بشدة بخصوص القادمون من المكسيك قال جواباً أيضاً أنه يرون أن مجيئهم إلى الولايات المتحدة محفز دهم لأنه رجل لطيف وأنهم يقطعون الصحارة من أجل الوصول إلى الولايات المتحدة ولكنه لا يستطيع أن يحدد أو يوجد آلية قطعية لمنعهم من اللجوء أو الدخول إلى الولايات المتحدة فهو لن يكون كرئيس ترامب وحتى ترامب لم يستطع أن يفعل ذلك رغم وجود الجدار الحدودي هذه المعضلة كبيرة بالنسبة لجواباً الانتقادات واسعة هو لم يستطع أن يعطي الضلة قطعية ولكن استطاع أن يشرح وجهة نظره قدر الإمكان أنه لا يريد تفريق أمهات عن أطفالهم لا يريد لأطفال أن يعانوا فترة طويلة أوجد خمسة آلاف سرير لإحتواء الأطفال المحتجزين والملف شائك ما زال هل إجابتي عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة كان فيه مفاجأة أم كانت إجابة متوقعة؟ الحقيقة أن الإجابة بين التوقع والمفاجأة لأنه ما زال في بداية رئاسته أو في بداية المئة اليوم الأولى ولكن إذا كنا لا نتفاجأ بأن ترمب سوف يترشح إلى رئاسة جديدة فلا نتفاجأ بأن بايدن سوف يترشح إلى رئاسة جديدة أيضا أبدأ تمسكه بنائبته كامالا هارس لأنها تقوم بعمل جيد حسب ما يراج بايدن في شكل عام من المتوقع أن يجدد أو يقدم على ترشحه هذا شيء طبيعي كل رئيس أمريكي يحاول تمديد ولايتي وأغلب رؤساء الأمريكيين حظوا بولايتين رئاسيتين على التوالي فهو غير مستبع جدا ويرى أيضا أن الجمهوريين كثير منهم يؤيدون ما يفعله رغم أنه طلبة ركز في حديثه على أن المسألة الآن هل هي توحيد البلاد أم الانقسام أكثر بين الجمهوريين والديمقراطيين وفي حديثه دائما يسعى إلى رأب الصدع بين الجمهوريين والديمقراطيين قدر الإمكان شكرا سيدة ندين سندرز المختصة بالشؤون الأمريكية كنت معنا من نيويورك